اشتركوا في القناة وبحسب ما بتثه القناة فقد تمكن الصحفي الفرنسي الجزائري عز الدين احمد شاويش من الوصول للطابق التامن في مستشفى جينيفا الجامعي يوم الجمعة الماضي بالتزامن مع المظاهرات المليونية في الجزائر ضد استمراره واستمرار النظام ووفقا للفيديو المشهور فقد استطاع شاويش الاقتراب من الغرفة التي يرقد فيها الرئيس الجزائري وسأل رجل عمنا سويسري الذي بدأ مندهيشا اذا ما كانت تلك هي الغرفة التي يرقد فيها الرئيس الجزائري ثم سأل ممرضة كانت تخرج من الغرفة فردت عليه اسأل شقيقه وبحسب الفيديو فقد ظهر شقيق الرئيس الاصغر ناصر بوتفليقة فجأة في ممر الجناح الخاص متوجها لغرفة اخي فحاول الصحفي التحدث معه وطلب منه رؤية الرئيس لكن تدخل عنصر امن سويسري لمنعه من التقدم اكثر ومغادرة المكان والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر